لازم تبقى فاهم انه الناس لما بتاكل عيش لما بتشتغل بتبقى مبسوطة والنخة بايا كانت لازم تعرض وجهة النظر بتاعة البني قدم ده يعني على سبيل المثال تعالوا نعرض كده الصفحة الاولى من هذا التقارير تسع سنين من تقديم الدولة للدعم الفني والخدمات التمويلية والاستشارية لهذه القطاعات التلاتة المتوسطة الصغيرة متنهية الصغر على حدود المشروعات بص يا سيدي برنامج الامم المتحدة الانمائي في 2023 قالك ايه بقى قالك انه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة متنهية الصغر قدر في اطار الشراكة مع برنامج الامم المتحدة من تعزيز المشروعات دي وتخفيف حدة الفقر عن اي سواد نتحدث لما برنامج الامم المتحدة بيقولك وتخفيف حدة الفقر في مصر وصياغة مصار للتمكين والقدرة على السمود وتعزيز التنمية والابتكار يبقى لا الدنيا سودة ولا اللي جايه اسود ولا حاجة طب بص البنك الدولي لا الدنيا سودة ولا اللي جايه اسود ده بتقولك اللي عملته مصر يخفف من حدة الفقر يصاعد على صياغة مصار التمكين القدرة على السمود تعزيز الابتكار تعزيز التنمية طب شوف البنك الدولي قال ايه تحفيز ريادة الاعمال من قبل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنهية الصغر ادى الى ايه بقى خلق فرص عمل يعني ناس كانت قاعدة وبقت دلوقتي شغالة وبتكون لقمة عيش بالحلال ومن عرق جبنها واخبالك تحسين الفرص الاقتصادية المستفيدية دعم جهود تنمية القطاع الخاص من خلال حزمة شاملة من البرامج المالية والدعم المالي لجميع رواد الاعمال يعني الكلام على اه الدولة تسيطر على مش عارف ايه ونطلع ايه داس تقولك اصل الدولة ايه اللي واخده وعمله وده ولازم دلوقتي يحصل التخارج تخارج ايه زي كانت الدولة اللي بتشجع مشروعات متوسطة ومشروعات صغيرة مشروعات متنهية الصغر خلي بالك انه الكبير الكبارات اللي عدهم الفلوس الكتير دول بيبقوا سهل عليهم التعامل مع البنوك وهاخد القرن ده وهعمل كذا وهسدده بالطريقة الفلانية وعندك الضمانات دي وفتحة الاعتمادات ده بيبقى سهل المتوسط والصغير والصغار خالص اللي على القد ده هم اللي مستنين الدولة تاخدهم من ايديهم كده وتزقوا تساعدوا شوف تقرير تنمية البشرية الصدر الامتحدة في عشرين واحد وعشرين قالك تولد ده في عشرين واحد وعشرين لما كانت العالم بيقفل بسبب الكورونا العالم بيقفل تولد دولة المصرية اهتماما بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من اهمية في توفير فرص العمل للمرأة وذلك ضمن جهود في تعزيز تنمية الاقتصادي للمرأة المصرية عايزك تسمع كده الفريدو أباد وهو الممثل الاقليمي لبنك الاستثمار الاوروبي في عشرين واحد وعشرين قال ايه الفريدو قال ان مشروعات التنمية والبرامج والاتفاقيات اللي بتنفذها الدولة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات وبالتعاون مع بنك الاستثمار الاوروبي مع الجهات الدولية ده اللي بيخلق تنمية اقتصادية واجتماعية وتهيئة بيئة مواتية لريادة الاعمال في مصر ده كلام خواجة جمعية الاقتصاديين الاورو متوسطية قالوا ان مصر عملت مجموعة من السياسات لدعم رواد الاعمال عملوا الشباك الواحد لتسجيل الشركات حدثوا قانون المشروعات الصغيرة اللي بيوفر حوافز كتير لهذه المشروعات في البنية التحدي طيب كريسين بيرجر وهو رئيس وفد الاتحاد الاوروبي في مصر سنة واحد وعشرين قال ايه قال المشروعات اللي تنفزت بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات في اطار برنامج تنمية المجتمع تعزز قبلك بقى ايه دخلنا في حتة تانية رفاهية والسبل عايشيها اي هذه المجتمعات وهذه الطبقات التي تسعى لأكل العيش بعرق الجبين طيب تعالى نشوف الصفحة اللي بعدها ايوة بص بقى دي انا حب الحاجات اللي مليانة ارقام دي شوف الحوافز الحوافز الضربية للممولين وهكذا الحوافز الحقيقة لم يتم انه نفزت بهذا الشكل ولا بهذا الحجم من قبل ده اللي بيقدمه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهة الصغر هذا المشروع رقم خمستاشر اتنين مية اتنين وخمسين لسنة عشرين اتنين وعشرين ولائحته التنفيذية طبعا دي حاجة السيد سمير غطاس ما عرفش عنها اي حاجة عن اطلاقها يعني ما شافهاش كان موجود في البرلمان تفريح بص يا عم الف جنيه هي قيمة الضريبة السنوية عن حجم اعمال المشروع الاقل من ميتين وخمسين الف يعني ايه يعني واحد على اتنين وخمسين في المية ضريبة ايه دي ولا حاجة يعني بس انا ايه الهدف عايز الناس تشتغل طيب نص في المية هي الضريبة السنوية من حجم الاعمال للمشروعات التي تتراوح ما بين مليون لاتنين مليون جنيه نص في المية طيب الفين وخمسمية جنيه هي قيمة الضريب بقى لما تبقى ما بين ميتين وخمسين الف وخمسمية الف احسب النسبة المئوية علشان تشوف بص بنتكلم هنا في ايه بنتكلم في واحد اللربعة في المية واحد اللربعة هي الضريبة السنوية من حجم الاعمال للمشروعات اللي بتتراوح ما بين اتنين مليون لتلاتة مليون طيب قالك بقى ايه الضريبة كبيرة بقى حاجة الاوعى خمس تلاف جنيه لو حضرتك عندك مشروع بتتراوح اعماله ما بين نص مليون لمليون تدفع في السنة قد ايه ضريبة يا فندم خمس تلاف جنيه يعني في الولى حاجة واحد في المية هي الضريبة السنوية من حجم الاعمال اللي بتتراوح ما بين تلاتة مليون لعشرة مليون فحضرتك يبقى عندك مشروع مثلا بقيمة تسعة مليون جنيه تسعة مليون تسعمية تسعة وتسعين الف هدفع عليه ضريبة كام واحد في المية انا بقولك ده وكأنه يعني النذر القليل من عشر صفحات عملها المركز الاعلامي لمجلس الوزراء عشر صفحات مليئة بما لز وطاب من ارقام احصائيات تقولك ايه اللي كان بيحصل في مصر خلال تسعة سنين دعما للتمكين الاقتصادي يعني ايه التمكين الاقتصادي عشان ما نخدكش في مصطلحات سقيلة يعني لو حضرتك تشتغل بس لا تنتظر الاحسان لا تنتظر الجمعيات الخيرية الجمعيات الخيرية والجمعيات الاهلية دي دورها مهم جدا لكن اي حد في العالم يجي يقولك ايه يا سلام لو في يوم من الايام لا نحتاج لده تبقى الجمعيات الاهلية والخيرية دي بتشتغل علشان نجمل الميدان ده عشان يبقى مش عاجبنا زوء تجميل الميدان ده احنا هنغيره على حسابنا يا جماعة نتمنى طبعا دي حالة يعني ايه نورانية طبوية الى ابعد الحدود لكن التمكين الاقتصادي هو اساس ومفتاح الاقتصاد في اي بلد زي حالتنا كده اسمنا الاسواق الناشئة بنكبر مش دولة نامية تعدنا ده وبالمناسبة احنا تعدنا ده بداية من 2014 اللي مش عاجبة بعضهم احنا كنا على البيض بالمناسبة كنا على البيض كنا على البيض نهار ده بقينا بنتكلم في دولة بتدي حوافز وبتدي منح وبتساعد وبتعمل عشان الناس تفتح مشروعات وتشتغل وتاكل عيش وتوظف ناس وبقى فيه فرص عمل ويبقى فيه حركة في الاقتصاد فلوس قاعدة عمالة بتلف وبعدين فوقت من اللقوات نلاقي فيه عندنا هدي المصانع بتكبر بعد ما بتغطي الاحتياج المحلي تبدأ تشتغل على التصدير ترجمة نانسي قنقر